قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا البانيز إن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم نازحين برفح الفلسطينية تحدي صارخ للقانون والنظام الدوليين وأكدت المسؤولة الأممية أن الإبادة الجمعية بغزة لن تنتهي دون ضغوط خارجية ويجب فرض عقوبات على إسرائيل وتعليق الاستثمارات وكذل اتفاقات والتجارة وشاركة معها ترجمة نانسي قنقر